بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلها بقسم الميكاترونيكس المحتوى الثالث. اهلا بكم في المحاضرات التالة. المحاضرات مادة مايكرو كنترولرز اند انترفيسي. في المحاضرتين اللي في حياته احنا اه تطرقنا لموضوع الامبيديد سيستم. واتعرفنا عليها يعني ايه امبيديد سيستم. وخدنا اجزامبلز. وزي ما انتم عارفين اللي كان في القلب من الامبيديد سيستم هو الماكرو كنترولرز. اعرفنا عليها. اعرفنا على اشهر الموجودة في مجال الماكرو كنترولرز. اه طبعا زي ما انتم عارفين ان القرص بتاعنا فيه جزء اساسي اللي هو الشغل العامل اللي هو وحنا اتفقنا ان هتكون على الماكرو كنترولرز واتفقنا ان هنشتغل على اه اه الدبلوبايات كت اللي هي متسمى الاردوينو. اه حقيقة الامر ان الاردوينو هو مبني على ماكرو كنترولر من عائلة ال اف اار اللي هي من شركة اتمل. اه وهتلاقي ان ماججد موجودة لي اه جزء اساسي ليه ككسا. وستلاعرف او اللي مفتنع بها الاردوينو تسمى open source for prototyping technology ان شاء الله رب عامين المحاضرة بتاعت النهاردة هيبقى الهدف الاساسي منها ان انت تعرف تشتغل مع الاردوينو مع السنسورز والاكبويترز اللي موجودين في السوق فاول حاجة نتكلم فيها في المحاضرة عن الاردوينو بورد اتعرف عليها اتعرف عن مكوناتها لما تيجي تعمل برضو التانية نقطة هتعمل expansion للوظائب بتاعت الاردوينو ممكن التكلامة بتاكيد تقدر تعمله بايدا او تشتري يعني بوردات جاهزة تسمى shells هتعرف برضو على بعض الامثال الخفيفة النقطة اللي بعدها هتتعرف على ازاي هتبدأ مع الشغل مع الاردوينو كـ او برضو هنتعرف على اللي هي البيئة اللي انت هتبدأ تبرمك فيها طبعا لما هنتكلم بالوقتي هنتكلم عن ان انت هتبدأ تشتغل على اللاب بوب بتاعه طبعا ممكن تشتغل على الموبايل كل الكلام ده بقى متوفر دلوقتي هاي بقى جزء كبير من المحاضرة عن overview عن common component سواء كانت sensors او activity اه زي ما انا قلت ان هو عبارة عن اه تستخدم في التكنولوجي بتاعت ال open source اه طبعا لو لو تستغل على الانترنت هتلاقي اللفظ اللي موجود على طول اللي هو دي اي واي مسلا دي اي واي كزا دي اي واي كزا معناها ايه معناها ان شيء مصنع بايه بمش عن طريق مصنع عن طريق الاشخاص معايا الامكانيات اللي هي مصانع امكانيات الافراد وعن طريق ال components اللي موجودة في السوق اه طبعا احنا تتركنا الكلام ده قبل كده اللي هو اللي هي المايكرو كنترولر اللي كما تشتغلش كان احنا راجع عليه تاني اه زي ما انتعارف ان المايكرو كنترولر هو عبارة عن مايكرو كمبيوتر اه عبارة عن المكونات السياليكمبيوتر ميكرو بروستيسور رام غاومديك Marian وكل المكونات الي انتعرفها رام وهاكزا وفعلا كده وفعلا كده وفعلا كده وفعلا كده طبعا ده من الحاجات اللي هي المميزات السيئة في الميكرو كنترول بمعنى ان انت مش هتحتاج ان انت توصل كل التواصلات الخارجية او 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 اللي محتاجينها لتشغيل الميكرو كنترولر هنا هتوفر لك الكلام ده دي اللي هو ايه اللي موجودة في معناها ان هو اه يعني انت محتاج دي عشان العمل مع السياق وما تخشش في تفاصيل كتير طبعا ده هيبعا لجزء من الناس كما انت في مجال انت محتاج Pro행 ويستطيع أن تكون الديفيرات لك مع ايضاً على عموات اضبطات فضلك الديفيرات ويثمت لك إلى إيضاً الديفيرات يقولها الديفيرات طبعا الديفيرات التي تتحدث عنها ستكون الديفيرات تمام لديه مايكرو كنترولر اللي هو الأتميجة من شركة أتمل معي اللي هو الاتميجا تلتمية امان وعشرين. اه ده وهنا ده الايه? الابين اصاين منسي بتاعه. هتلاقي الكلام ما في مشكلة خارج. طبعا انت ممكن تاخد لحظات كده وتبقى ايه? اه تتفرج على الابين اصاين منسي بتاعه. تمام? ده كل الكلام ده احنا اتكلمنا عليه في المحاضرة السابقة. طبعا اه عندك هنا الانترفيس ازا عندك السيريال وهكذا. والرام والرام والابروم اللي هو النوع من الروم يعني. زي ما اتكلمنا النقطو ديجتال ديجتال كل الحاجات اللي انت محتاجها مع الماكروب السيسور بحيس ان انت اه يكون عندك تمام. اه هنا دي اه يعني نوع من انواع اه هو ده الانو. عندك في اه فرايتس كتيرة جدا في الاردوينو. اه بورد في عندك الاونو زي ما تشايف ده. في عندك اه الميجا في عندك النانو وهكذا. معايا فانت عليك ان انت تعرف امكانيات كل بورد بحيث انها اه يعني اه تشوف هتناسب البروشيكس اللي انت تعملها ولا. عادة اللي موجود في السوق معانا دلوقتي وهو اشهر حاجة موجودة. اوكي يعني ولا الاونو. لو انت عاوزت توسع في الامكانيات هيبقى بقى الميجا. تمام? اه طبعا زي ما انتم عارف اللي انت في الاصل هو عايت حط في تمام? فا اه ايه الفكرة كلها ان انت الماكروب المحتاج له اه ان انت توسع مع سنسورز واكتويترز في حيس ان انت تملية السلكمر اللي انت عاوز او انت عاوزه بالفنكشل اللي انت عاوزه. تمام? انت محتاج الجي بي اي او اه اه الى الة التخليص Wuz يبقى معبود في ديت لو انت بتتكلم على اه اي توصيل اه ديجيتال وهنا الناحة التانية اي توصيل اه. عندك اه ديجيتال. ديجيتال عندك انت اه من اه الى اه يعني انت بتكلم في اه اربعتاشر اه اه ديجيتال. بالنسبة للانالوج فانت عندك من اي زيرو الى اي فايف. خلاص. وفي عندك بقى هنا بالنسبة للباور في عندك تقدر تاخد تلاتة لتلاتة من العشرة. تقدر تاخد برضو اه خمسة بولت. وبتاكد فيه اه بنزل جيني دي. وفيه كمان اه بن للفي ان لو انت عاود تتغزي الاردوينو عن طريق اه اي دايرة خارجي. فطبعا هو في اكتر من مصدر للتغزية البوردة او الكت دي معايا. فانت عندك هنا على سريبول سان ممكن تغزي اه البورد دي عن طريق او دي سي باور جيك دوت. تمام? في عندك برضو اه ده خمسة بولت. في عندك اللي هو خاص بالمكرو كنترول دوت ستاشر ميجا. معايا. آآ كريستل. آآ وهكزا. في عندك هنا آآ بوتون. في عندك آآ في باور ليد. وفي عندك برضو مجموعة من الليدز. آآ آآ بتديك يعني آآ آآ على سبيل المسال في عندي آآ آآ لما تيجي مسلا تحول او نول تأبلود اي بروغرام على الماكرو كنترولر الليدز دي بتديك ان فعلا بيحصل في اللحظة دي. في عندك فيوز. واللي يهمني في اللحظة دي ان انا اعرف آآ البنس تمام? اللي هو الانالوج والايه والديجتال. طبعا انت بالنسبة للسنسور او آآ آآ اي شي انت هتوصله بالبور ده عليك ان انت آآ آآ تبص للداتا شيد بتاعته بحيث ان انت تشوف هتوصلها فعلا ديجتال ولا آآ 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 وتشوف فعلا انت محتاج اي آآ آآ دواير تانية بحيث ان انت مسلا تغزيها بآآ بكارنت عالي اعاوز ان انت آآ آآ تعمل بروسسنج معينة سجن بروسسنج معينة او كده عليك ده تفكر فيه قبل آآ آآ عمل اي ده نوع تاني من آآ من البورس احنا قلنا اللي فات كان آآ اردوينو ده هنا نوع تاني اسمه ليوراندو. اوكي. نفس الكلام تقدر برضو تتعرف على البن المختلف. طبعا بحاول بخضر امكان ان انا قلم آآ آآ اكبر خطر ممكن من المعلومات آآ في البرزنتيشن ده. آآ هنا وقت الاردوينو. احنا قلنا الكلام ده لكن تعال ان نقرأ التكست الموجود. اردوينو بزقان اوبن سورس. سنجل مايكرو كنترول الكترونيكس بروتو تايبين بورد. وز ايزي تو يوز هاردوير زي ما انت شايف كلمة اوبن سورس معناها ان انت تقدر تتشينج في اي لحظة اللي انت عاوز هنا. عاوز يعني عملت معين تقدر تفوق البروشيك ده وتستخدم الاردوينو تاني فو بروشيك تاني وهنا كسر. وايزي تو يوز هاردوير سواء كهاردوير كان انت تشيل وتركب وكده ما عندك مشكلة فيه. وكمان انت تبرمج عندك مشكلة. اه وتغير البرنامج وتعدل وتعمل وفراحتك خالص. طبعا اه لازم يكون وارد عندك ومفهوم من المحاضرات الفاتت ان انت محتاج الاول ان انت تعرف اه اه البروشيك بتاعك تفهمه كواس جدا اللي انت مفروض تعمله. اتنين المكونات اللي انت هتستخدمها. ثلاثة توصيلاتها وتحدد البنز اللي انت هتوصل عليها. اربعة اه تصمم البرنامج. في الحالة دي البرنامج نسموه الكود يعني نسموه تمام? اه اه السكتش دوت عليك ان انت تحط الالجوريزم بتاعه. وبعد ما تعمل الالجوريزم اه تكتب الايه? الكود بتاعك. وتعمله تماما? اه وطبعا انت هتعمل الكلام بقى الابلودين عن طريق ال اي دي اللي انت تكون محمله على اللابتوب بتاعك. ده شكل عام للعمل مع الاردون. هنالك انا برضو نستمر في ايه المعلومات التقدمية عن الاردون. تمام? اه بقول انه إذا ما إحنا قلنا بالضبط إنه هو الاردوينو لازم توصل معه عشان تعمل أي project يعني والجميل في الموضوع إنه يعني أنواع كتير جدا من السنسور تقدر تستخدمها مع الاردوينو وبرضو أنواع كتير جدا من الاكتويتورز تقدر تستخدمها مع الاردوينو مظبوط طيب مين اللي بيستخدمها هتلاقي ان كل الناس بتستخدمها كل الفئات ارتيست هاكرز هوبيست برو فيشنالز طب يعملوا إيه يعملوا كل حاجة توديزايين توبروتوطايف توكندكت اكسبرمينة عندك مشكلة خالط طبعا مين الأعمار وما فيش مشكلة من أعمار صغيرة جدا الي البرو فيشنالز معي لكن هو كل واحد يستخدمه جزيك هو ده الكلام معي فده محتاج ان انت تعرف وخلي بالك ان هو الاساس في الموضوع ان البروتو تايبي وممكن تحديد ادوكيشن زي ما انا باستخدمه دلوقتي معي منحن احد البروتو توقف بين زي موضوع البروتو تهدي روز بها جد هاتو مثل احد البروتو وكما تحصل بموضوع البروتو البراوتو بات موضوع الأموض بطالة تعم مع Arduino we can connect various forms of input and output and create a program to process and respond to the input and output basically anything that can be switched on or off or controlled by electricity can be controlled by Arduino هو اعزو لي كيه؟ اعزو لي ان اي شيء تقدر تتحكم فيه manual يعني three-nated phone out of معي تقدر توصله مع الكمبيوتور معناها مع مع المايكو كبيرر معناها ان انت الامر هو في النطق البساطة تقدر استخدم الاردوين ف اي شيء تقدر تتحكم فيه بالاشرارات الكهربائية بس عليك ان انت تفكر تعمل الكلام ده ازاي؟ مع الاردوين بطن ايضاك بطن سويتش سنسور نوع سنسور موغمينت الحساسات اكتشاف الحركة تمبراتيا سنسور يسترق الحرارة شدة اضاءة اي ليكج في الجهاز اه كفورم يعني اي الفورمز بتاعتها اللي عندك الموتورز اه برضو كشاشات تمام هنا ده مجرد مثال بسيط عادة لما اكون انا يعني معك في المحاضرة اه في يعني في الفقاعة المحاضرات يعني او في المعمل بقى اعمل التجربة البسيطة دي خالص ان انت بتوصل ليد ودية الورد بتاعت الارض تمام هنا زي متى شايف هم موصل الليد تمام بين الرجل 13 او بين 13 والليد وزي ما تعرف انه تمام وهو اه وصل القطب الموجب مع والقطب سالب مع وبيقدر انه هو اه اه اللي هو ممكن الليد دي عاوز تعمل بقى عاوز تقيدها عاوز تقيدها بفترة صغيرة بفترة كبيرة تقيد فترات الليد كمان؟ طبعا في التصميم خلي بالك محتاج ان انت يعني زي ما قلنا قبل كده الليد دي يعني النوع الليد انت تستخدمه لازم بوصل هتشوف هو محتاج مع اقصة اه شدة اضاءة محتاج محتاج طب لو انت محتاج فلاني محتاج مقاومة المقاومة دي هتاخد من الفولت اللي هو الخمسة اللي بيطلع من الفين ترتاشر والباقي اه هيروح اه لليد حيث ان انت هتمرر القرنطنمس نقولها الطريقة تانية هنا هتطلع من عندك خمسة الخمسة فولت دي انت محتاج تعرف الليد دي اقصق شدة اضاءة محتاجة اه اه او اقصق شدة اضاءة محتاجة اه محتاجة اه لديك ان انت تحط الدايرة اه سوري تحط اه مقاومة المقاومة دي هتاخد باقة الفولت اللي هو من الخمسة فولت معي وهتمرر القيار اللي هو انت محتاجه طبعا الكلام ده امر بسيط خالص وانت شغال في اه في اه المعمل بتاعها اه هنا بيقولك ان انت الاردوين وبدأت توصلها عن طريق الوسبي وان انت تقدر تكتب الخبز بتاعك او سي بلاس بلس بلاس او قم بسمه عموما ابديد سي الادئ بتاع الاردوينو ده free of charge تقدر انت تنظره من الانترنت وانس ان انت كتبت الاسكتش وعملت له ابرودي اردوينو كانت ران ويز يو اس بي لينك باك تو يور كمبيوتر او استاندالون وزاوت ات نو كيبورد او سكرين نيدي جاست باور عاوز يقول لك طبعا ده هيبقى في الاخر ده امبيدي سيستم فانت امبيدي سيستم معناه ان انت اه هيتني اه اي ران الاسكتش بتاعك او البروغرام بتاعك يعني هيعملوا ايه معايا فمش ان هو هينتهي البرنامج لا البرنامج هيخش في لوب غير منتهي طيب الباور بتاعت الادوينو دي هتجيبه منين اوكي لو انت جان باللابتوب بتاعك وصل باللابتوب طب لو انت فعلا خلاص البروتوطيب بتاعك وعاوز تتجربه في مكانه هتضطر ان انت تجيب له الايه الاداكتور اه اللي يغزيلك الاردوينو بتاعك انت بتكلم في خمسة بولت ثمانية بولت اه وهكزي تمام اه اه يعني هو كلمة سكتش جايه من من اللانجوج دي اللي هي البروستسنج لانجوج طبعا انا هلسه نكلم عليها بس مش دلوقتي اللي هي البروستسنج لانجوج خلاص اه فان ها اجل الكلام فيها اه 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 او عنها اللي بعدين ان شاء الله ده بريف لللي احنا قلناه اه with an arduino we can connect various forms of input output and create a program to process and respond to the uh inputs and outputs دلونل والسكتش for example you could create a temperature alarm when your room your room temperature rises above a set amount the arduino could sound an alarm او لك ان على سبيل ممكن ان انت تعمل direct temperature controller بمتاح البساطة للمكان بتاعك عن طريق الاستخدام الاردوينو عن 3 shoulder معين اه تعدد 3 shoulder الاردوينو ممكن يعمل ايه اه يقلرت الارما هنا تعريف بسيط the interactive device is an electronic circuit that is able to sense the environment by using sensors تمام electronic components that convert real world measurements into electrical signals هو بتكلم عنها ده ان هو الانتراكد هو يستخدم وقال لك ان تعريف السنسور هو عبارة عن مكون الالكتروني ليه خاصية معينة الخاصية دي بتستغل في ان انت تقيس شيء معين من البيئة على سبيل المثال 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 ده بسنس الحرارة وبتطلع زي منه معينة عليك تلك السيجنل بتقدر انت تستغل تاخدها ودخلها على الاردوينو بحيث ان انت تعرف درجة الحرارة وده طبعا انت تعرف الكلام ده عن طريق مين الداتا شيت هيدي كل المعلومات عن السنسور with the behaviour that's described in the software تمام ده بيتكلمت عن او بالاش البروشيك خلينا نتكلم على الدفاع زي ما اقول يعني هوا بتصرف ازاي بعد ما هو أعمل ايه بعد ما هو أخد من اسنسور هييبهيه اكورنين جلال ال البيئة اللي انت او البروغرام اللي انت كتبه The device will then be able to interact with the world by using actuators that can convert an electric signal into a physical action. طبعاً يعني السلايد دي وحالة خالص الدينية ماشي ازاي؟ الدينية ماشي ازاي؟ انت عندك interactive device الانتراكتيف دي متوسط بسنسور بسنس البيئة اللي حواليه بيميجر فيه موجود مع الانتراكتيف دي بايس دوت وده اللي هيحكم البيهيفير بتاعه او اللي هيحكم البروسيسنج بتاع الدي بايس وقودي للبروسيسنج ده هيحصل اكشن الاكشن ده اللي هيقوم به قمع الاختويتر اللي هي متوصلة بالانتراكتيف دوتر تماماً هنا انت معك الاردوينو او development كده لها ايه؟ لها capabilities طب ازاي انت تستند capability دي؟ عن طريق كيتس تانية بسموها شيلز زي ما انتم شايفين ده نوع من انواع كيتس اللي موجود عليها ده release معايا الريلي هو عبارة عن component معايا تقدر تديله على سبيل المسال 5 بولت وهو هيقدر يسويتش على 220 بمعنى ان هو ده يعتبر إلا يحصل انت تديله 5 بولت كإشارة وهو هيسويتش on او off حسب التصويم بتاعه يعني اللاين بتاع دايرة تانية ببولتش احد على سبيل المسال لو انت عاوز مثلا انت تتحكم مش في ليت بقى بيشتغل بـ 2 بولت او كده اللي عاوز تتحكم مثلا في لمبة ماتين وعشرين فطبعا بالاردوين زلت نفسه مش هتقدر انت ايه تمرر متين وعشرين عليه لك هتقدر تجيب الايه الرلي واتخلي الاردوينو يطلع في لحظة معينة اللي انت محددها في السكتش بتاعك الخامسة بولت معايا او هاي على الكويل بتاع الرلي والرلي switch on او off الباث بتاع المتين وعشرين اللي هو متوصل عليه الايه اللمبة معايا فهنا دي اه ده والشلد دوت علي اه ستة او ستة فيقدر هو يتحكم في ايه في ستة سيركس في ايه او هنا لما الشلد لما تركب مع الايه ردوينو اونو تمام ده شلد تاني تمام طبعا بيها نوع كتير جدا من الشلد في السوق وده شيء رائع اه بيتوفر لك شغلي ضخم جدا اشهرها الشلد بتاع cnc اه دي بتقدر تستغلها بقى في ايه في اه لو انت عاوز تعمل راوتر للحفر على الخشب اه برضو اه اه لو انت عاوز تعمل كل الكلام ده شلدس جاهزة وطبعا شيء رائع خالص وبتديك امكانيات فعلا مهولة و جميلة وبتديك قدرة على الانتع طبعا هدوقتي خلي بالك احنا احنا شغالينا بكل ما على الماكر اطرور انا عارف ان برضو حتة ان انت تنو فيت وتكريات سامسينك بتبقى كرياتي فيه يعني فيه بيمكنك التكنولوجي دي اللي هي الاول سورس التكنولوجي دي بروتايبنج تكنولوجي بيتمكنك من حتى ان انت مضيعش وقت كتير جدا في تنفيذ الفكرة بتاعتك لأ في ابسط وقت تقدر تجمع المكونات بتاعت فكرتك وتبدأ تنفذ البرتوطايم بتاعت الفكرة هنا هاو تو ستارت وز اردوين يعني جيتينج ستارت وز اردوين انت تخلي بالك انت الوقت معك ايه انت كبت الاردوين وبقى حسب نوعه فتخايل انت جايب بورد وهتوصلها مع جهاز ايه اللي مفروض تحصل مفروض ان انت في الاول تتعرف مع جهاز معي في بعض عنواع الويندوز خلاص امتوماتيك اللي بيقدر يتعرف على الكارتة معي او البوردة والبعض التاني لا او العكس انه قول انه حسب نوع البوردة بتاعتك خدت بالك ففي الاخر لو انت محتاج تنزل درايفر وعليك ان انت اه تشوف فعلا الجهاز بتاعك متوصل مع الاردويند على كوم كام تمام وتبدأ تشوفها الاي دي بتاعك اه تعرف على الكوم ولا لا وكمان عليك ان انت تعرف اه نوع الاردويند تعال نمشي مع الخطوات اللي مكتوبة هنا والخطوات دي ثابتة يعني كترة تقرارها تبقى الامر انها بالنسبة لك عالي جدا اول حاجة نقول له ده الاردويند ده البيئة اللي انت هتبرمك فيها هتكتب فعلا ده بتخش على الموقع بتاع الاردويند وتنزل الاردويند او المرك بعد كده اه كنجد اوصل الاردويند بتاعك باستخدام اليوسفية على الكمبيوتر بتاعك لو انت محتاج ان انت تنزل درايفر نزل درايفر اه شغل الاي دي اي الاردوينو اي دي اي خلي ملك ممكن يقول لك ما عرفش ايه كذا اعمل اللاعو طيب رقم خمسة عليك ان انت بقت في في الاي دي اي ان انت تختار نوع الاردوينو بتاعك ان كان بقى ميجا نانو اه اونو ريولاندو واتفر بقى اختار اسم البوردة بتاعتك بعد كده طبعا هتطال في كلام دامنين من الديفايس مانجر والديفايس مانجر هيبين لك هل فعلا الجهاز قدر يتعرف على البوردة بتاعتك الاردوينو بوردة ولا لا ما قدرش يتعرف زي ما قلت بنزل ليه الدرايفر اه من الانترنت رقم ستة انه احنا قلنا انه انت ايه سيريال بورد او شبه هو قوم واحد قوم اتنين قوم تلات عشر بعت عشر واتفر انت هتقدر اتعرف الامداء من الديفايس مانجر بعد كده اه ابدأ اوصل السيركت بتاعتك حسب البروجيك اه حتة اكتب السكتش بتاعك بعد بتعمل السكتش محتاج ان انت تعمله ابلودينو خلاص ويتخلي بالك من المسجز اللي بتبعث هالك الاي دي اي بحيث ان انت تعرف الوضع عشان تعمل ايه ويتشوف هالفعلا اه الابلودينج حصل سكسس فور لا اه ده اللي عاوز بس يباين لك اول خاطوة انت توصل ال ال usb كابل وهينا يبقى الباور ليد خلاص حيث ان انت فعلا اه وصلت فعلا اه في عندك هنا ليد الليد دي هاتبلينك معايا ده دي موجود اصلا بلت انت في الاردوين بورد والليد دي هاتبلينك ايه كنوع من الواع يعني فيهاش مشكلة خلي بالك الليد دي ده يعني عشان تبقى عارف متوصلة بالرجل او يعني ايه يعني لو انت فاكر اللي احنا قلنات بوقتي ان انت توصل الليد على رجل تلتاشر والاردي اكنك بالزبط على الليد دي خلاص يبقى الليد دي تماما هي متوصلة ده الاي دي بتاعي طبعا انت تنزل اه احداث بس انت عليك تعرف ان هنا في فايل وده المكان اللي انت هتكتب فيه بتاعك بتاعك والاماكن اللي دي هي اه اللي هتبقى لك بتاع الوضع اللي انت اه فيه فمسلا انت عملت ايه اه خليها نكتب بس الخطوات بتاعت الاول مفروضا انا هكتب طبع بعض دي اه اه انا كل الوقت راح تبقى هكتب بتاعي بعد ما اكتب بتاعي هعمل له خلاص اه لو سكسسفلي هيحصل ان هو بيقولك ام اه فيه عندك اي مشكلة هتبقى لك اه اه مسجي هنا عليك ان انت تتبع الايه اه مطق او تعمل تمام باع لو ما فيش اي اخطاء او كده اه هتتنتقل للمرحلة تاني حتة تمام هيبقى برضو بايكونة هنا تمام اه لو حصل فعلا ابلودين سكسسفلي هيقول هنا done ابلودين ما حصلش هيديك الايه السبب هنا عادة السبب بيبقى اه ان ممكن تكون مش معرف اسم البرد صح او الكم صح او في الاصل اصلا انت ما عندكش اه الصحة للاردوين وكد بتاع عليك ان انت تبقى عارف الكلام ده وانت اصلا من قطل شغلك هتبقى تمام هنا اه يعني هنا ببين لك ازايت ان انت تختار تمام عن طريق ان انت بتروح للطول بالآ السيري البورد وتختار اللي واضح اللي انت شفته فين انه متعرف عليه الاردوين بتاعك وهنا برضو بتروح للطول وهنا البورد وتختار الاردوين بورد بتاعتك في الحالة دي هو مختار الاردوين تمام ديت اللي انا قلتها ان انت بتكتب الكود بتاعك بتعمل عمية تنتعلك الرسالة بعد كده تعمل وخلي بالك هنا وانت بيحصل الاردوين دي بحصلها واول بحصل طبعا انت بتعجي انت اول ما تشوف الاردوين ده بيشتغلوا معناها ان ما عندكش مشكلة وانت منتظر من نتيجة الشغل بتاعك وبعدين طبعا كلمة معناها ان هي ايه تمام انت ده معي هنا اه لو حصل تمام بيديك بردو شوية انفورميشن عن الكود ببيعك اه هنا مطلع هنا فهنا مطلع لك المسج دي خلي بالك ان دي موجودة اه مشتابع الويندوز ايا كنت بقى شوف انت اللي انت اشتغل عليه اه وتكون familiar مع ايه المسج اللي هتخرق اللي هتطلع معك وهنا برضو مسج تانية بتقولك اه لا البورد اللي انت اخترتها مش البورد السليم طبعا اللي اخترتها فين في التوز اه بدايا احنا نتلوية تتكلم عن الجزء المهم خالص في المخاضرة دي اللي هو الايه المور كومون اه كومبوننس اللي انت هستخدمها مع الاردوية طب وهنا عاوز يعرفك يعني ايه معي فهي طبعا دية ادي ودي وده برد هل هو ده اللي احنا بتكلم عنه اوه عاوز اوصلك البريد بورد بتاعتنا طبعا هي مش دي ولا هي دي تمام معي هي ده اللي المخصوب من الكلام طبعا ده فور فال وده فور سمبليستي للناس اللي هي مش اه مش المجال بتاعنا هي تمام دي النوع تاني من البريد بورد وده بتوفر فيها اه تمام الفولتس بتاعتك تمام ودي بردو بريد بورد وانت طبعا المفروض تكون انت اه 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 بريد بورد وانت بتاعتكد عارف انها يبقى الليينز دي كلها مع بعض فبعض الاحيان بتبقى بعض البوردس بتبقى الليينز دي متوصلة مع بعض نصها والبوردس طبعا نروح حاجة يعني اوضح هنا الليينز دي نصها هنا متوصل مع بعض يعني الليين الاولين ده ها كله متوصل مع بعض اه وهنا برضو وهنا وهنا اه اما تحت فاللاينز الفيرتكل دي هي اللي تبقى متوصلها مع بعض واللاين اللي تحت ده متوصل مع بعض معايا فكده اه يبقى انت محتاج ان انت بس تجرب التواصيل دايرة بسيطة عشان تفهم اه الشغل مع تمام؟ طيب هنا بقى دي مجرد اللي انت استخدمها في حتة ان انت ايه توصل بينكم بوناس وبعضها اللي انت وصلتنا على طبعا في ميل ميل في ميل اه يعني اه ده لما يكون الترميل بتاع الواير سموه اه ميل لو اه تاني في ميل وهي ممكن يكون اطراء الطرفين ضي ده سموه في ميل في ميل ممكن يكون طرفين الواير اه ميل ميل وساعته يكون طرف منه ميل وطرف تاني في ميل تمام؟ اه ده برضو مقاون شركية ده معنا كمبونت اللي هو وده طبعا انت بستخدمه اه بفاية ان انت ايه بتكنترول على الكارنت. طبعا ده ازرف اه خورة بشوفها لتعريف قانون اوم. اه هنا زي ما انت شايف. ده معي. وهنا الكارنت وي بتكنترول عليه باليه. تمام? وطبعا زي ما انت عارف انت محتاج بوقتي ان انت تبقى ايه مع ازاي تقرر قيم المقاومة. وده امر كسيت خطب. طبعا عندك اه تقدر انت تعرف تحفظ الكلام لافيش متشكلة تقدر استخدم البوائد بتاعك وان انت تطلع الكود تدخل الكود يعني بتاعت دي. وتقدر تعرف اه القيمة بتاعت المقاومة ده. اه هنا ده جدول اللي اه الكود بتاع الكولرز بتاع الكولرز بتاع بحيس ان انت تقدر تبقى. في عندك انت اه بعض الريزيستورز بتبقى اه منزل انت شايف كده. ادي واحد يعني ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. دي ممكن يكون خمسة باند او اربعة باند او تلاتة باند. معايا. وده الجدول بتاعي. اه هنا الكولرز بلاك براون red orange yellow green blue وهكزا. خلاص. وهنا اه بيعرفك ازاي ان انت تقرأ اه 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 المقاومة. هنا على سبيل المسال تعاني تشوف المقاومة دي. المقاومة اه هنا طبعا اللون ده ما عرفش انت شايفه فورتقان ولا لا. اوكي. هيبقى طبع العمود ده وقت هيبقى الرقم تلاتة. اه ده تمام هيبقى الرقم اتنين يبقى تلاتة اتنين وهنا آآ ده براون تمام واحد يعني هتحط آآ واحد يبقى تلاتة اتنين واحد تمام وهنا الخط ده البند دوت براون هيبقى اللي هو هتضرف عشرة يبقى انت هتحط صفر واحد يبقى تلاتة اتنين واحد صفر تلاتة اتنين واحد صفر يعني تلاتة اتنين وعشرة اللي هي كام تلاتة واحد وعشرين من مية كيلو اوم معي وما عندك معلوات تانية اللي هي زي هنا برضو خلاص اه التلرنس بتاعك واحد في المية يبقى الرقم ده المقاومة دي تلاتة واحد وعشرين من مية. زائد او نقص كام واحد في المية. يعني واحد اه في المية فوق او واحد في المية تحت. هيبقى ده بتاع قيمة الحقيقة المقامة. تمام? اهيه. طبعا انت مفروض خط الكلام ده في المواد. اه ده يبقى زي ما تعرفين هيبقى فيه. وتدى استخدمه في ايه? او تمنع اي خطأ او حاجة زي كده. وطبعا الاستخدمات العادية بتاعته. اه هنا الليت بتاعتنا. اه. تمام? اه. ده بولارتي زي ما انت شاهد. برضو حسب بقى اللي موجود. كل واحد او كل نوع من انواع الليت. هيبقى لك الايه? اه 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 الطريقة بتاعت ان انت تعرف على الموكب والسالب. اه الليت بتاعتك. تمام? هنا اه انت بتتكلم عن اه او يعني الحتة دي بتاع بتاع بتعرفك ان انت خلي بالك لما تيجي تتوصل اي معي مع الاردوينو عليك ان انت تشوف اه ايه بتاعت تشغيلها السليمة وصمم لها الدايرة بتاعتها لو. اه فعلا محتاج حاجة زي كده. على سبيل مثال هنا عند الليت. انا محتاج ان انا اوصله بحيس انه ورضو اه يديني عشد اضاءة وفي نفس الوقت ما حصلوش مشكلة. اه تمام? فهنا من من التاشيت قال لي. اه ان الليت محتاج اتنين فولت. ومحتاج اه طيار مقداره عشرين ميلا امبير. اه وده يديني اه 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 اعلى اه شدة اضاءة لللت. اه طبعا انت عارف ان البن هتطلع لي هنا او الاردوينو هتطلعها لخمسة فولت. واقسطياره هتطلع الاردوينو اربعين ميلي امبير. فانت الوقت محتاج ان انت اه تمرر اه في اللت ده عشرين ميلي امبير وفي نفس الوقت اي اه اه اتنين فولت. فانت الوقت تعالي نحسبها. انت الوقت هنا تطلع خمسة فولت وانت محتاج هنا اتنين. يبقى انت محتاج تشيل منها على الخمسة ثلاثة. نصبه. طيب ومحتاج الطيار اه اه يكون اه مش اربعين يبقى عشرين. يبقى انت محتاج اه ان انت اه تمرر طيار عشرين. وتشيل اه من ده تلاتة. يبقى انت عاوز مقاومة. يكون فرق الجهد عليها تلاتة فولت. ويمرر فيها طيار عشرين ميلي. فتقدر تحسب المقاومة. بالقانون اوم العادي خالص. هيبقى التلاتة على العشرين ميلي. هيديك الرقم. هو المية خبسين. تمام? تمام. اه هنا بوتن شومترز. اللي هو العادة انا بستخدمها اه في حتة الننائي. اه اخد جهد معين. اه احطه على ال اه اه الاردوينو او يعني انت تستخدم طرف اي امكان. اه زي ما انت شايف هو قومة متغيرة. اه لها تلات اطراف. اللي هو ال اي والبي والسي. لو انت وصلت بين الطرفين ال اي والسي. فانت خلت القيمة كلها بتاعة لو انت وصلت اه بين البي والسي او السي والاي هيبقى حسب النوب ده. اتحرك فيه. فهيبقى مسلا لو انت واخد بين ال اي والبي يبقى انت المقاومة اللي انت هتاخدها هتبقى من اول هنا الى النوب ده. اه او الوايبر دوت. تمام? اه مهم خالص تبقى عارف التوصيل بتاعة البوتونتر. اه هنا اه تلاتة اطراف بتوعك. ادي الطرف مسامل يكون ال اي وهنا السي وهنا اللي هو في النص اللي هو البي. ده هيروح على اه البين. اي ان كان البين طبعا ده انالوك. تمام? وده اه اه الطرف الخمسة بلطة تاخد الخمسة بلطة من الاردوينو. تمام? مهم خالص بقى انت اواخد بالك من التوصيلات. تمام? شوف بقى انت هتعمل بالبوتونتر دي. معايا عاوز تجزبي طيار على بكانة مع يعني عاوز تستخدمه كبوتونتر اوكي. عاوز ان انت تكون طربي على حاجة. عاوز دي ذات نفسها دي سلة. المقاومة ذات نفسها. زي ما انت عاوز. المهم ده التوصيل لو انت تستخدمها كبوتونتر ودي الكمبوننت كايه? كبريبورزيس. اه ده اه تانية معايا. اه واستخدمتها كبوتونتر. نوعتين. طبعا هنا لطيفة جدا الصورة دي. اه يعني فرصة ان احنا هتشوف البريد بورد. البريد بورد اهو. ادي ده مع بعضه. من من الهوز دي. ولاين تاني اهو. وهنا ولاين ده. ولاين ده منفصلين عن دولة. لكن هو عمل هنا عمل تريك لطيفة. ان هو وصل بنقطة من هنا. ونقطة من هنا بحيس ان يبقى اللاين كله هو حطه كخمسة واللاين التاني كله عمله كايه? لطيفة جدا. اه ونفس الكلام عملها هنا. وقال لعمل برضو شيء لطيف. ان هو اخد اللاين ده اهو. كله. وراح موصله لتحت عن طريق الجامبر. اهو مش باينة مع الصورة. نفس الكلام نزله لتحت. شيء لطيف جدا. وانت طبعا حاول اه دائما وابدا يكون التوصيل بتاعك شكله حلو. اه بيبقاش بقى بتاعتك وقفة كده وهايجة وكده. لا. عليك ان انت اه تختار الطول المناسب لليه? اه اللي انت تستقبل. هنا من واضح ان هو يعني لو تقدر من التوصيل تقدر تفهم هو عمل ايه? فهنا هو عامل ايه? هو عامل اه بتونشومتر. وعامل هنا ليد. بحيث ان هو هيحط هنا سكتش برنامج. السكتش ده هيبقى عامل ازاي? هي عن طريق البوتونشومتر ده. هيتحكم في الفترة بتاعت الان والاف بتاعت الليد. يعني هو الليد دي هييد ويضفي معي. هييد قد ايه فترة قد ايه. او ييد فترة قد ايه. هيقدر تحكم فيها بالايب. ده طبعا احنا عندنا في الشغل بتاعنا مع اه في الجزء العملي. موجود اه اكتر من تلاتين بروجيكت. حوالي اربعين بروجيكت. اه بدئين من الزيرو. اه تقدر انت اه اه تبدأ اه يعني اه تشوف كل بروجيكت وتشتغل معه وتوصله. اتوقع ان رقم تلاتة اه او رقم اتنين ببروجيكت. هو استخدام او في الكنترول على الاشياء. تمام ده بازر. اه موضع برضو بولاريتي وموضع بيطلع صوت وتدار انت تتحكم فيه. او حد في التون. اه اللي بولاريتي ده بس عاوز اوليك البولاريتي بتاعته هنا اه الموجب الطرف اللي بقى لك توصله. اه هنا برضو بازر موصله خلي بقى تشيل الورقة دي. حيث ان انت تسمع الصوت. اه هنا اه طبعا اه تقدر انت توصل باعتك مع الاردوينو. عايب حيث ان انت عليها طبعا من زيرو التسعة ومن اي بي سي دي اي او اي شيء او اكتر سيجمنت. اه سيبن جاية من ان انت هنا في عندك ليد. مقدره عدد ليدز هنا. مقدرها كام اه سبعة. فده سموه معي ادي سيجمنت ودي سيجمنت ليد يعني ودي ليد ودي ليد ودي ليد وكلها ايه? سيجمنت. هي عبارة عن ليد. بل الموجود اه في الحقيقة في ليد كمان اللي هو بتاع دي سيجمنت. تمام? اه 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 كل ليد من او كل سيجمنت لها اسم. شايفين تشايفين هنا. المهم ما ده بقى ده اي بي سي دي اي اف جي. يبقى هنا الليد دي او السيجمنت اسمه اي بي سي دي اف جي. وهنا دي سيجمنت. تمام? اه بقول لك كلام ده ليه? لان انت لما تبوصل هتبقى محتاج تعرف الايه? البنز بتاعت السيجمنت دي بتدل عن ايه? هنا اه زي ما انت شايف اه هنا البي الرجل دي تخاصة بالبي يبقى خاصة بيه الليد عنه اللي هي ده. طب دية مي ده الايه? ده اه هنتعرف ايه ده البنز اللي موجودة هنا. طبعا هي اه في الرسمة دي واضحة. معي في اربعة او خمسة بنزة هون. من حتى برضو في خمسة. نفس الكلام. طبعا انت مصرها. تعالى نشوف الاولية اللي هي البي وعدين الايه وبعدين هنا جي اني دي وبعدين هنا الاف وهنا الجي. اه وهنا دي سيمل بوينت هوا البن بتاعها. هيبقى موجود هنا. وهنا ال اه دي. وهنا جي اني دي تاني. اللي بقى هنا في جي اني دي وهنا في جي اني دي. معناها من الرجل دي وهي رجل دي. تمام? وهنا ال دي وعن دي. تمام. طيب اه اه ايه بقى موطوع الجي اني دي دوت? معي. اه الامر بمنطقة البساطة زي ما انت فاهم ان دولا الليدز. تمام? يعني دي لد ودي لد ودي لد ودي لد. فطبعا انت عارف ان الليد ليه بولارتي ازا ما احنا قلنا في خلاص. دلوقتي انت عشان تشغل اي لد محتاج ان انت هتوصله اه الطرف بتاعه الانوت بتاعه بالموكب والكاثل بالايه? بسهل مزبوط. انت دلوقتي عندك كام اه موجودين? هنا سبعة او الثمانية مزبوط. الثمانية دولة. الثمانية دولة. فهو بيعمل ايه? بروح باخد الطرف منهم. يعني الطرف من كل لد. ويوصل. وليكن مسلا على سبيل المسال في حالة بتاعتي هنا واخد بتاعة الثمانية دولة. بوصلهم كلهم بحر. لبقى تدخلت الوضع عامل ازاي? الليد دي كلها. السيجمز دي كلها. كل الان الكاثل بتاعته متوصلها ببعض. بقى كومون. تمام? معايا? يبقى انت كل كل الكاثل معايا بتاعة الليد متوصلها مع بعض. في طرف. والطرف ده من جوا متوصل بن رجلي دي. وهو كمان بن رجلي دي. خلاص? يبقى ايه? الاطراف بتاعة الانو. طيب الاطراف بتاعة الانو بت predicarrت متوصل oh رجوع دي. فمسا عسابيه المسال الليد ده معي الانو بتاعتها متوصل على الرجل ده. طيب البي الانو بتاعتها متوصل فيه متوصل على الانو. تمام? طيب الانو بتاعتها متوصل فيه متوصل لرجل. تمام? فده تسموه ايه? اه اه مضبوط اساس ان هو بتاعهم كل متوصل على ايه? على الارض. فده معناها ان انت عشان تشغل اي ليد هنا خلي ب skys dee. عشان تشغل اي ليد هنا بحاجة ان انت توصل الانو بتاعها من خمسة بولت. فتح لان الكاثود متوصل بالارض. يبقى انت محتاج ان انت توصل الانو بتاع الليد فالليد لايه بنخمسة بولت. معناها ان انت تبعت خمسة بولت على الليد دي. يعني توصل el خمسة على الايه? عشان ايه دي اللي تدي. بمعنى تاني تبعث ده بقى عشان انت وانت بتكتب بتاعك تبعث على الرجل دي عشان تشغل. تمام? دلوقتي عشان تشغل اي لد في الكثب في معي هتبعث على الرجل اللي هي المناصرة اللي انت عاوز تيدهجي. طب لو انت موصل معي يبقى هنا ده هيتوصل ده خمسة بولت وهنا خمسة بولت. واي رجل اه او اي لد عاوز تشغلها لازل تحط عليها اه توصلها بالارض. معناها ان انت تبعت عليها ايه? اه تبعت عليها اه زيرو. طبعا خلي بالك ان كل اللد من دولة اه سوري كل اه كل بين من دولة معي هيتوصله ببين. في الا اه الا الرجل دي والرجل دي والرجل دي والرجل دي في الحالة بتاعة توصلها بالارض او في الحالة التانية اوصلها بالخمسة بولت. تمام? والبينزت نفسه هو اللي هيبعت او على اه اه الدايده اللي انت اه اه تعمل مسلا اه اه او حاجة زي كده نعاية فانت محتاج ان انت اه 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 توصل اكتر من سبين سيجميل. طمعا يبقى عدد كبير جدا من البينزت تحتاجه وخلي بالك ان انت في الارضوينو هتبقى عدد البينزت اللي هي ديجتال في الحالة بقى محتاجة ناديجة ايبقى انت في الانو في تلاتاشر او اربعة عشر بين معي فتخال انت جيبت واحدة تانية كمان انت محتاجات ايه كده محتاج اه يعني دولار لو عشرة يبقى انت محتاج هنا تمانية تمانية وتمانية اشتتاشر اه حل لو انت عاوزت تعمل بقى بتاعتك او طفر اللي انت عاوزت تعمله اه اكتر من سيجمال حيات الموديول ده. الموديول متوصل في ايه اه اكتر من سيجمال كلهم مع بعض. تمان? اه اه هنا اه برضو ده كومبونت مهم جدا ان اللي هو بلوتوث الموديول تقدر اندى اندى بالبلوتوث الموديول ده اه تخلي الاردوينو بتاعك يكون ملكت مع اي حاجة اشتغال بالبلوتوث. على سبيل مثال اه الموبايل بتاعك لو انت عاوز تنزل على الموبايل بتاعك واندى هيتعلمه ان شاء الله. اه على اه اه شركة اللي انت عملها بالاردوينو تقدر انت تحط الموديول ده توصله هتعرف ازاي تفصيله اه بعد كده ان شاء الله اه توصله على الاردوينو خلاص وهتحط بتاعك بحيس ان الاسكتش بتاعك هاي كنترول حتة التفصيل بين البلوتوث دوت والبلوتوث اللي موجود في الموبايل. فالموبايل هيكون عليه سكتش. اه سوري اه يبقى عليه على ايبليكيشن. والاردوينو عليه آآ آآ سكتش. طبعا الكلام ده الماكرا كوترولر. وآآ آآ السكتش مع هيبدأ يتكلم مع بعض عن طريق الايه? تمام? ده برضو من حاجاتنا المشهورة جدا ان انت آآ آآ تبعت ميسيج. آآ انت محتاج ان انت آآ آآ تعرض درجة حرارة تبعت ميسيج. آآ تيز ضغطه وت آآ آآ وتعرض القيمة بتاعته وشدة اضاءة. كل ده محتاج الالي سيدي. هنا دولة البند اساين منت بتاعته. ماشي. فانت عليك ان انت برضو ان انت ايه? آآ تتعلم ازاي تواصل. وده كل ده موجود في البروجيكت. ده موجودة آآ في شغل العمل. تمام? ده برضو آآ آآ ناجل الكلام فيه مع. آآ برضو دي بتاعت الاسي دي. آآ دي دوت ماتريكس. تمام? آآ دوت. بصوص ان هنا لتز كده. وماتريكس ان هم مارصوصين في ايه? في صفوف اعمدة. وده الانترنال آآ كونيكشن بتاعتها. ده عبارة على لتزها هي. محطوط شكل اعمدة. كولوم. وروز. عاملة ماتريكس. وهنا يبقى انت عندك كولوم وان كولوم فور كولوم فايف. رو وان الى رو سيبن. وتقدر انت عن طريق آآ آآ تقدر تصهر اللي انت عاوزه هنا. يعني ايد ليد. آآ وتطفي ليد. آآ ان انت تترسم آآ حروف معينة بالليدز. آآ ارخام وهاك كسه. طبعا ديت آآ عند بروتوتيب. فالايه? دوت ماتريكس ديت بسيطة خاصة. ممكن انت حسب بقى امكانيات ممكن تجيب آآ اكتر من دوت ماتريكس وتوصلهم آآ مع بعض آآ او ان انت تجيب دوت ماتريكس ديتها عدد طفوف وعدد عمدتها اكبر واحجاز. ايا كان فانت هنا بتتعلم ازي تتعامل مع ده. طبعا انت بتستخدمها في حديد دعاية واحدة. هذا برضو شكل آآ قريب للمديول. عليك برضو ان انت تبقى فاهم الايه التواصلات اللي موجودة هنا معي. وتوصلها كويس خالص وتوصل لداتا شيت. بحس ان انت تقدر توصل دوت ماتريكس فتاعتك ميول مع الايه? الاردوينو وتكنترول آآ عليها زي ما انت عاوز. ماشي? هنا آآ بالاردوينو آآ قدر تنوا يرسم الايه? انتو شايفين? هنا ده سنسور. اللي اما خمس وقتين ده عشرة مع السنسور مع الاردوينو. وهنا عليك بس ان انت تبقى فاهم الايه? ازاي تقرأ آآ البنس بتاعته. ده يعيب عن طريق الشطف ده. معي. خلي الشطف ده قدامك. تمام? وآآ او زيب وزيب يعني بنفس الصورة دي. هيبقى اللي عليها صار. رقم واحد. اتنين. وبعدين الاردوين تلاتة. الواحد ده هتحط عليه خمسة فولت. آآ آآ والتلات هتحط عليها الجراون. وده اللي هتقل. الاتنين ده اللي هتقل. وهنا زي ما انت هتتعلم بعد كده دي الفورمولا بتاعتها اللي انت هتقدر من خلالها تاخد من الطرف اتنين دوت. معي. اللي هو هتبقى مصاله آآ على بين من المنزل بتاعته الاردوينو. معي هتقدر تقراها. وعن طريق الفورمولا دي. آآ الفورمولا دي هتقدر تجيب آآ 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 ده برضو سنسور مشهور خالص. ده الالترا سونيك. سنسور. ده بيقدر ايس تيس بيه آآ آآ ديستنس. تمام? وده عن طريق الآآ الآلترا سونيك زي ما هو موجود. هو الفكرة ببساطة انه هو بيبعد آآ موجة صوتية. الموجة الصوتية دي مع اي مع اي عقد بتتخابط فيه او بتصادم فيه بترد. وآآ آآ بيقدر السنسور يسنس الموجة الصوتية اللي هو ارساله. معايا. آآ ويقدر من خلال هايبقى عن طريق آآ معرفة سرعة الصوت. تمام? والوقت من مداية انطلاق الوقت الصوتية الى ارتدادها. هيبقى يعرف الزمن. يعني والزمن ده يبقى طبعا هيبقى على اتنين. هيقدر يحسب منه المسافة بتاعة الوقت ده على بعد. تمام? البين ده هيبقى خاص بحتة والبين دي خاص بحتة لما الصوت يجد. تمام? هنا ده آآ 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 ده بسمه معايا. آآ وده بيسنس то Which means which penta light. خط بالك آآ آآ. تمام? وهنا ده التفصيل بتاعته هو استقدم الكينه فEr LTAnFiA. يعني داع هنا شدة الاضاءة بياثر على مقاومة الايه. تمام? فلما انت بسط هنا هنا خمسة بولتا او تاتة تاتة معاشر. بدي تخيالك انها مقاومة دوية. معي. وهنا مقاومة تانية. وهنا الارضي. نفس نفس للايه البوتون شو. ويقدر هو ايه عن طريق التوصيلة دي. اه هيقرأ القيمة بتاعت الفولت اللي هنا. معي. الفولتج اللي هنا. معي. او يعني القيمة اللي موجودة. معي. وهي هيقدر اه اه بتاعتها. طبعا ده بتاعتها خالص تكون تكونترول حاجة عن طريق الضوء. كتير خالص. تمام. هنا ديت اه اه. زي ما انت شايف ده اه اردوين ونانو. وهنا lcd وهو. هنا اه 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 تمبراتشا اه اللي. اه اه لايت. هنا مية وعسابين لكس. وهنا اتون وعشرين درجة ماوية. اه معي. طب هو اه الكلام ده منيه. هتلاقي هنا. اه اه ده السلسور اللي دي ار. وبالتاكيد في مكان ما. اه موجود الايه اللي خفصة تلاتة. ايه. هو بتاكيد موجود هنا بس انا مشايفه. اه اتعاق انا ممكن يكون هو ده. تمام? اه كان المكمل تتعاوه لكن ايه انت بتترك اه من الشكل الديركت تستنتج هو في عمله. اه هنا ده البي اي اي ار. اللي هو بس في اه ده زي ما امن اسمه كده موشن سنسور بيتكت ايه اه معي وتقدر انت تحط بقى خالص خالص خالص. ده بحس بالحالة. حط بقى في حط بقى بتعد اه حد ايه كان الابليكيشن سفعتك دي بقى متروكة اللي ايه? ده منظور تاني ليه. طبعا اللي هو اه اه يعني اه اه اماكن بالك. كل ده تقدر تعرف عليه. تمام? تمام? وتقدر طبعا بتغير اه 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 تغير اه اه يعني ده اه تركت ان هي اللي بيحصل كده لو لو صح التعبير يعني حسن ما اراه لك هنا ان هو استخدم في اه تمام? هو تخيل انت كده ده موجود في مكان اه اه للحماية بتاعته. وليكن مسلا اه شركة والشركة دي مفروض بعد الساعة خمسة ما بقاش حد دي موجود فيه. فانا بتشغل السيستم بتاعي. بحيث ان هو يتقي يا اي حركة مسلا وليكن اه في اه الصالة بتاعت اه الشركة. معايا. فاول ما يحصل ان حد اي شيء يتحرك معايا. طبعا في الرينج بتاع البي اي ار. يحصل ايه? البي اي ار هي حس. حسب بقى اللي موجود هنا. في الحالة بتاعتي ان هو يتقي مسلا. هناك طبعا بالكلم هنا كان ليد. لكن في الحالة بتاعتك انت اه لو عاوز نعملها حاجة فعلا. هتضطر ان انت هتعمل ايه? هتشيل ده. زي ما قلنا قبل كده هتحط هنا. وريلي ده هي ايه? هيسويتش على اه دايرة متين وعشرين. مسلا وليكن اه كتشاف ولا اه حسب بقى اللي انت عاوز تنعمل. لعل بس لكون الفكرة واضحة. وده التفصيل بتاعي. طبعا هو موصل هنا اه على خمسة وهنا الارضي وهنا ده موصل على اه تمام? نفس الفكرة تقدر انت الوادي بمتاع البساطة اه تفهم من هنا وعملي. اه واحد انها بازر وهنا حاطت ايه? اه باي ار وحاطت هنا اضاءة. هتفهم السيناريو بمتاع البساطة. معايا? فبتاكيد هنا هيبقى هيحط مسج. مسلا ان فيه انتروجن باقتحام ويطلع صوت ويضيء اضاءة. اه كل الكلام ده تقدر انت تعملو. ده كبروتوتيب اول ما تنجح في ان انت البروغرام اللي هنا او الاسكتش اللي هنا يشتغل تقدر تحول كل الدايرة دي لايه? اه يعني نقول الدايرة اكثر عملية يعني مور براكتكال ايه? يعني هتتطر مسلا بدل البازر ده تحط الاوت سبيكر معين. اه الاضاءة دي بدل ما هيبقى لد ده تبقى اه هيسويتش على اه مجموعة اه لمبات كشفات اه اي تاني. الالي سي دي ديت ممكن تكون حاجة اكبر موجودة او ممكن ان هو اه برضو تضيف حاجة هنا اه وليكن بلوتوث يبعث على اه بلاش بلوتوث نقول مسلا اه جي اس ام موديول جي اس ام موديول اللي هو ان انت تقدر تحط فيه اه برض بتاع موبايل وهو يقدر اه اه يكونتاكت اه مسلا اه 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 ارقاعهم تلفونات بتاع السيكوريتي او رئيس الشركة او اطفر ويبعت عليه ملسك معينة او محد في اه على اسم وشورته او بوليس او هكذا حسب السيناريو اللي انت اه 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 هنا ده يعني هو بسنس الجاز اه 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 يعني ممكن تستخدمه في الدواية بتاعت ايه بتاع الجاز ان انت في البيت مساعة سيناريو مساء الله قد الله لو حصل تصرب الغاز السنسور ده هيقدر يعمل الغاز ده وانت حسب الدائرة بتاعتك هتعمل ايه يعني السيناريو هيكون ايه هل بس ان هو يضيء اضاءة هل هو اه مسلا اه يقفل فالف اه اللي هو بتاع الغاز هل هو يبعت مسيج حسب انت تعمل خلاص فهنا مساعة سي مثال عمل ايه عمل اه 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 وحط لما دين لما خضرة او لما حمره وحط هنا بزر فهي طبعا مساهلة جدا انت تفهم من دائرة ما تشعر ازاي ان هو ده طالما ما فيش غاز او ما حصل اه ديتكشن لغاز ما فيش يعني الغاز الا يحصل ان اللمبة دي تانيها ايضا اخضر لو حصل ان فيه غاز وحصل ديتكشن هنا اللمبة دي ها تقيد والقصر هي ايه ها يطلع اه هنا ده اه يعني هو هكتب هنا اه يعني هو هكتب هنا اه معايا ده اه ده ده سورس الانفرايد بيطلع اه وده هنا الريسيفر بتاع ايه يبقى ده بسينس الانفرايد بيم وهنا ده بسيند الانفرايد بايه تمام اه طبعا زي ما هنا بالضبط الموجود هنا موجود نفس الترانسيميتر ده اول تمام وفي الريسيفر على ساي مسال هيبقى موجود الايه الانفرايد طبعا اه استخدامة تحتير جدا اه الموضوع ده تقدر انت اه تركب مسلا مع الاردوينو الريسيفر دوت معايا الارشيفر الريسيفر ده في في الدايرة بتاعتك وتقدر انت تكنترولها الدايرة عن طريق الايه الريموت كنترول طبعا اه لازم تكون عارف ان كل اه بطل من موجودين على على الريموت دوت له ايه اه اول ما تضغط على المفتاح دوت الكود ده هيطلع على شكل بيم معايا على شكل شعاع ضوئي اه طبعا اه والريسيفر ده هيستقبله هيقدر يعمله ويفك شفرته هيبقى في الاخر الضغطة هنا هتتحول الى رقم مع الاردوينو الرقم ده هلي هتاخده وتقدر تقيت كنترول بيه اه على اللي انت عاوزه وده طبعا ده حسب من انت هتكتب في ايه طبعا تقدر تعمل الكلام ده بقى زي ما انت عاوز يعني تخش مسلا تتحكم في اضاءة البيت عن طريق الريموت او حاجة تدفي حاجة تيد غسالة تدفي غسالة وطفر عن طريق الريموت او ممكن عن طريق الموبايل معايا زي ما انت عاوز يعني طبعا الامكانيات اه ضخمة جدا موجود الوقت اه ده هنا اه سنسور تاني اه اه افويدانس سنسور ده يقدر يحس بايه اه باي عائق موضوع. تغيله بقى زي ما انت عاوزه. هنا ده ساوت 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 عنه. اه هنا اه زي ما انت شايف ساوت سنسور ده اذا ان هو اه يتخدمه في تحكم في اضاءات حسب الساوند ها. تمام? وعندك برضو ده فليم سنسور. خلاص? الفليم سنسور ان انت او او السنسور ده بي ايه بيتكت اللهب بتاعي اه بتاع نار. تمام? وده التفصيل بتاعه. زي ما انت شايف السنسور هي الي بتديك امكانيات ان انت تعمل اي دواية الكنترول. هنا اه اقدر انه يعمل ديكتشن للاه. اه ده ده سنسور للرطوبة. يعني تقدر انت رطوبة اللي ايه? الطربة. تبنام? خيال انت بقى عندك القدرة اللي انت رطوبة الطربة. معنا ان انت تقدر تعمل ايه? اه رأيه آلي لو صح التعبير يعني. معايا? طبعا ده تستخدم بيستخدموه في الايه? حاجة اسمها سمارت فارمينج. اللي هو الفلاحة او الزراعة الزكية. تخيل انت بقى كل حاجة في المزرعة بتاعتك ولا في الارض بتاعتك. طبعا ده محتاجة انت وسنسورز ده يكون يعني مفيد جدا. فتقدر انت تعمل رأيه آلي لأي شيء. يعني بتكلم الوقت على مساء. بتبقى لك لو حصل درجة درجة التربة قلت عن شيء معين. آآ مسلا خلي الاردوينو يبعد على فالف سلونودة فالفو معين. آآ ان هو هيفتح طريق مية. والمية ده انت تكون مزبط لها خرطيمها بوضعها. معايا افكار بقى كتير خاطئ. ماشي? هنا نفس الكلام. هنا تقدر تخلي مساء حاجات تخلي الوردة تتكلم يعني تقول انها عشوانة. معايا عن طريق نات ان السنسور ده بيسنس. الرطوبة. او ممكن عشاني مسال طبعا ده شكل الايه. السنسور في قلب الايه. بتاع الزرح. معايا. ممكن تخلي القصيص او يعني نقول الوردة او تتكلم معاك. آآ او الاصيزة نفسه تتكلم معاك. بمعنى ايه. طبعا هو طبعا ده يعني. آآ المهم من درجة الرطوبة ظهرت هنا كرقم او كبرسنتج. او انت عندك هنا الوردة بتقول لك يعني مش محتاج ان انا ايه. آآ مش محتاج ان انا آآ ترويني. معايا. او انها تبعت مسج هنا. بليز مسلا. حاجة زي كده. كل الكلام ده طبعا بامكانية ان انت استخدمت الماكرو كنترولر. آآ هنا ده ريندروب سنسور. آآ ده سنسور بيحس بالايه. بالمطر. شوف بقى الابليكيشنز بتاعته. تمام? ده التفصيل. اهو. تمام? ده التفصيل. اهو. اه دعنا بقى هنا للموتورز لحد الضائصة يعني بقى خالص. هنا لو انت عندك سيرفو موتور تقدر تكنترول عليه. يعني السيرفو موتور تقدر تبعث الشفت ده. بتاع الموتور دوت يتحرك آآ بانجل معينة. معي? اي تحرك مسلا دسعين آآ مية وتمانين. الانجل اللي انت عاوزها كلها اعملها. وحاسب طبعا السيرفو موتور تمام? ده التركيب من جوة. تمام? هنا في جير بوكس. وهنا آآ موتور عادي. تخيل. هنا دي سي موتور بتستخدمه في حتة الروبوتز. معي. ده آآ بتاعه. تمام? وممكن يكون على الشكل ده. الروبوتز. ممكن يكون الروبوت زي ما انت هتشوف بعد كده. ممكن يكون زي ما انت شايف. او ممكن زي ما انت عاوز. المهم في الاخر هو عبارة عن دي سي موتورز. ايه كان بقى الشكل بتاعه. نبتركب مع ويل او. اهو. ده الروبوت اهو. ده آآ بتاع ربوت آآ آآ اربعة زي ما انت شايف ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خلاص. هو كمان عندك انت موجود هاو. تقدر تعرف فيه بقى عدد تلف. ايش حياتك بقى اه في الحاجات اللي زي كده. طالما فيه امكانيات آآ آآ ده ما انت عاوز. يعني هنا حطت لك انت مع الويل دي حطت اللي هو الدسك ده. اي شقة اي انكودر. الانكودر ده يسينس او يقدر في الاخر يعرف سرعة الروبوت بتاعك ده كان ادي اي او كده. شوف بقى الابليكيشن انت عاوزه. وهنا بطارية موجودة مع الشاسي دي ده وتقدر انت بقى تجيب الاربوت بتاعك وتركبه هنا والكون بونس بتاعتك كلها تركبه هنا وتفعمل اللي انت عاوزه. اهو ده بيقدر هو هنا الروبوت ده ان انت آآ على سبيل المسال اللي عاوز تمشيه. اللي واحده يمشي لوحده. معنى ان هو يقدر يسينس عن طريق الالتراسوني. يسينس في اوبستيكروسات ولا لأ. في اي عائق ولا. طب لو في عائق انت بتبقى مبرمجه. اقل له والله لف يمين لف شمال. طب لف يمين ازاي? عليك بقى انت تعرف ازاي لف يمين او يليف يمين. في مسال ممكن تعمل ايه? اهو عاوزي لف يمين. آآ قلل سرعة العجلة اللي هنا الموترو اللي هنا. وسيمت سرعة زي هنا. اوقف الموترو اللي هنا. معايا. اللي هو طبعا العجلة اللي تحتها. آآ وخلي العجلة دي شغالة. فيبدأ يلف حوالين نفسه. آآ برضو من الواضح ان انت تقدر تستقد ايه في ده او ديزاين الموجود وصدي ده. تقدر انت ايه? آآ تكنترول على حركة الروبوت ده عن طريق البلوتوث. يعني في الاخر انت عامل مسا على اسمي مسال على الموبايل. والابليكيشن ده بيتكلم مع مع السكتش اللي موجود على الاردوينو. عن طريق البلوتوث. تمام? وتقدر انت تحرك الروبوت با يمين شمال وراء قدام كده وهكذا. ده عن عريم يعني. انت بعدك طبعا انت بقى محتاج معاك آآ تحط باتري او كده. بحاجة انها تغزي. الايه? ده مشهورة خالص. اللي هو معي وده الروبوت. طبعا حسب بقى الروبوت ده هتستخدمه في ايه وكده. اه وانت بقى تفصيلات بتاعتك. اه ده مهم خالص اللي هو اه اه يعني مش كل الاردوين هو يقدر يغذيها. معايا ف لو هو موتور صغير يقدر يقدر يغذيه يعني يقدر يحركوا يقدر يميلتوا اللي يحركوا. لكن لو ما قدرتش هتتطرر ان انت اجيب ايه? او لو ما قدرش الاردوين يعني هتطرر ان انت اجيب حاجة اه تقدر تغذي الايه? اه الموتور زاو ده بيبقى في مسال ده عند القدرة ان هو يغذي عشان كده هو اتكلم اه اول اه معايا بيقدر يغذي موتور هنا من الاحياني وهنا من الاحياني وانشارات بتاعتها كده اللي هو هتيجي بينين من الاردوين. وهنا بيستخدمه حاجة اسمها فلسة اه هنا زي ما انت شايف ده الموتور ايه وهنا نفس الكلام بس بالنسبة للموتور تمام? وهنا بقى اه ده الاثناشر فولت. طبعا هنا هتبقى انت محتاج خارجي معي بانبير عالي. خلاص. اه بحس ان هو اه يقدر يغذي الاتش بريتش تقدر تغذي بها وكمان تتغذي بها الايه? انت هنا الاتناشر فولت كامبوت اه دي سي والاردي. وكمان تقدر تاخد من هنا كاوبوت وديها المين للاردي. اه خلي بالك انت محتاج تعمل حاجة ان بتاع الاردوينو لازم يتوصل مع بتاع الاتش بريتش. يبقى كل الدواير كلها لها واحد. معي. اه وهنا ده الكنترول اه بتاعك. طبعا يبقى اه جزء منها للموتور ايه وجزء منها للموتور بي. تمام? في هنا ده في هنا اه وهكذا ده انت كانت تعلمه وقتها. فاتبالك لكن ده الايه? البنز. اه اللي بستخدمها في كونترول. جميع ديش. وهنا خلي بالك انا قلت لك قبل كده في الاردوينو. في بن اسمه VN. V. وبعدين جنبه. I N. ده اللي هيتوصل فيه الخارج بنيع النقطة. تمام? والاردي اه بتاع اه الباور سوبلاي هيخش هنا. وكمان الاردي اللي جاي من الاردوينو هيخش هنا. اه هنا ده اه كيباد تقدر برضو ان انت اه اه تبصلها مع الاردوينو. وزي ما انت شايف هي عبارة عن زي ما انت شايف كده. وهي تفصلاتها هي في الداخل. اه هي متوصلها على شكل كماتريكس يعني كولومز مروز. تمام? وهنا الايه? الاردوينو. تدخل مهاملها الاردوينو. الاردوينو. اه ممكن يكون مع الاردوينو متوصل الفينجر برينت. يعني حاجة اه يبقى انت عاف مسلا مكان. اه فتحط عليه السيستم اللي هو مكون من الكيباد والفينجر بينت سكانر والاردوينو. ومسلا معي. فعن طريق السيستم اللي انت عاملته ده. ان انت لازم اليوزر يدخل البين. وكمان اه يحط اه بصمة اه الصبع اه الاصبع بتاعه. اه بحيث ان الباب يفتح مسلا. سهل جدا ان انت تعمل الكلام. طبعا مش كل الكمبونات اللي شرحتها. اه في كتير فيه بالك اوف كمبوناتس. الجميل في الاردوينو ان انت اه اه يعني اه بتلاقي حاجات جهزة جدا كتير سواء كمبوناتس او كسواء اه موجود جهز. انت كمهندس عليك ان انت تستغل كل اللي موجود عندك. وعليك ان انت كل اللي انت تعلمتها اه اي اه مجال من مجالات بتاعتك ان انت تطبقها وتستغل الفاتيليتيز ديיה اللي موجودة في ان انت تعمل بروتوطيب. اه بسهول. اه ده مجرد بس ان انا بنوريك الايه الى السينمنت ال اه تمام انت عندك هنا واحد اربعة الى تمانية. اهو واحد الى تمانية. اللي هو ده خاص بالعمود اربعة. كلهم اربعة. وهكذا. معي. ده هيفر معك حديد. ماشي. اهو هنا تقدر انت بقول لك هنا خلاص. تقدر انت. راح اللمب هاتيد اخضر مسلا غلط. اللمبة حمراء او. اه شكرا.